موسيقى علاوة على أنها درعة وليست درعة كما تقول هذه الأغنية المسجلة في استديوهات ضحية بيروت الجنوبية لأن الجنوب السوري عموما لطالما كان قبلة لمشاريع إيران التوسعية يدلل على ذلك زيارة سرية أجراها في الثامنة عشر من الشهر الجاري قائد فيلق القدس قاسم سليماني لبلدة الغرية الشرقية شرق درعة وفق ما كشفته جريدة الجريدة الكويتية التي نقلت بالتفصيل حيفية الزيارة الصحيفة أوضحت أن زيارة سليماني التي استمرت ساعتين من الثامنة إلى العشر ليلا أحيطت بإجراءات شديدة سرية كما أنها جاءت قبل يومين فقط من سقوط صاروخ أرض أرض قالت تل أبيب أن ميليشيات إيرانية أطلقته باتجاه الأراضي الإسرائيلية وبعد الزيارة بوقت قليل تضيف الجريدة أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد اجتماعا قدم خلاله سليماني تقريرا عن زيارته لسوريا زيارة سليماني خرق للاتفاق المبرمي بين روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عقب سيطرة نظام الأسد على الجنوب وهو اتفاق قضى بإبعاد الميليشيات الإيرانية عن المنطقة مسافة مئة كيلومتر كما أن درعا سبق وانشهدت في تشرين الأول الفائت زيارة لممثل خمناء في سوريا أبو الفضل الطبطبائي هذا نهيك عن معسكرة ميليشيا حزب الله المنتشرة شمال وشرق المحافظة ولأن كل تلك التجاوزات للاتفاقية الدولية والإقليمية تحتاج غطاء شرعيا تكفل نظام الأسد بذلك هذه وثيقة مسربة عن قياداته العسكرية تتضمن ولزام جميع الميليشيات في الجنوب بارتداء اللباس العسكري الخاص بميليشيا أسد وتمنع التحدث باللغة الفارسية عبر الأجهزة اللاسلكية